الجيش يطلق عملية عسكرية في بيحان ويحرز تقدماً ميدانياً واسعاً منذ الساعة الأولى للعملية الجيش يساعد مواقع غرب الجوبة بمأرب ومعارك متواصلة تحصد المزيد من الإرهابيين الحوثيين والدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن تدعو إلى استكمال تنفيذ اتفاق الرياض أهلاً بكم إلى نشرة التاسعة من قناة ياما الشباب معكم النمر والسوادي وإشام الزياد والبداية من شبوى حث قال مسجر محافظي شبوى محسن الحاج العملية العسكرية التي انطلقت في مديريات بيحان وعين وعسيلان جاءت بعد أن قام الجيش الوطني بترتيب صفوفه وتجهيز قواته استعداداً لدحر المنيشة الحوثية الإرهابية وأكد الحاج في مداخلة هاتفية مع ياما الشباب أن العملية العسكرية حققت تقدم الميدانياً كبيراً واستعاد خلالها الجيش مواقع استراتيجية المسجر أكد أيضاً أن رجال القبائل وأبناء المحافظة جميعهم يساندون الجيش لتحرير المناطق التي سيطرت عليها الميليشيا الحوثية قبل نحو الشهر مشيراً إلى أن أبناء شبوى لا يمكن أن يقبلوا بوجود هذه الميليشيا الطائفية الإيرانية ومن جهة أخرى قال مستشار ومحافظ شبوى أن العملية العسكرية الجارية غربية المحافظة هدفها استعادة كل المناطق التي تقع تحت سيطرة الميليشيا الحوثية وليس فقط تحرير مديريات بيحان وأكد المستشار أن الوضع العسكري اليوم في شبوى يختلف عن ما كان عليه في الأيام الماضية وقال إن معركة استعادة بيحان والعين وعسيلان قد بدأت اليوم وحول الوضع الأمني في شبوى قال المسؤول والحكومي إن قوات الجيش الوطني والقوات الأمنية تعمل على تأمين كل شبر في المحافظة وعضفها الحاج لا خوف على شبوى من أي ميليشيا كانت فهي مؤمنة بقواتها الأمنية والعسكرية وبأحرارها الذين لن يفرطوا فيها مهما كلف الأمر وإلى مأرب حيث سقط قتل وجرح من عناصر الميليشيا الحوثية اليوم الأربعاء بنيرانيا الجيش والمقاومة الشعبية في جبهة الكسارة غربية المحافظة وقال مصدر عسكري إن قوات الجيش والمقاومة نصبوا كمينا محكما لمجموعة من العناصر الحوثية أثناء محاولتها التسلل بتجاه أحد المواقع العسكرية وعوقعوا جميع تلك العناصر بين قتيل وجريح وسعادة أسلحة خفيفة وكميات من الذخائر كانت بحوزة الميليشيا وفي السياق شنت مدفعية الجيش قصفا مركزا استهدف تحركاته العدو على امتداد الجبهة وتكبدت على إثره الميليشيا خسائر كبيرة في الأرواح والعتد جام العدو اليوم حاول التسلل إلى مواقعنا في جافة الكسارة وبفضل الله وبفضل الأبطال المرابطين في جافة الكسارة من اللواء 127 قمنا بتحرهم وقتلهم محما حاول فوالله لن نتزعزأ ومحما أراد أن يفعله صلاة وهمية فوالله لن يضع ما رب بإذن الله ما دبنا أحياء وإن شاء الله هو يحشد ونحن نحصد بإذن الله والنصر حليفنا حليفنا بإذن الله كما دحض العدو والميليشيات الحوثية في هذا اليوم في الضغرية قام الأبطال بكسره وقتله وعادة والنحاربة والأدبار وهكذا حدثه وهذا فضل الله علينا وسيستمر بإذن الله تعالى هذا الفضل حتى نزيل هذه الميليشيات من البلاد بشكل عام بفضل الله تعالى كان هذا في شمال غرب مأرب ما في جنوبها فقد شنت قوات الجيش الوطني في مديرة الجوبة هجوما معاكسا استعادت خلاله وعددا من المواقع كانت في قبضة الميليشيات الحوثية وكبدتها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد مراسلنا أشرف الهامل زار جبهة الجوبة ووافانا بتقرير التاليه من هنا في غرب مديرية الجوبة حيث تشهد المنطقة قتالا عنيفا وضاريا بين قوات الجيش الوطني والميليشيات الحوثية في الأثناء تشن قوات الجيش الوطني هجوما عنيفا باتجاه مجمع الراشد مجمع عبدالغني الذين ترونهما حاليا في محاولة لاستعادتهما من قبضة الميليشيات الحوثية بالأمس حاولت الميليشيات الحوثية أن تتقدم باتجاه شعب جرجر الذي نتواجد عليه الآن حاليا في محاولة لقطع الطريق على جبل مراد الذي يتواجد على بعد خمسة كيلو متر من هذا المكان لكن قوات الجيش الوطني استطاعت كسر هذا الهجوم وشن هجوما معاكسا استطاعت من خلاله استعادة هذه المواقع ليتحول الجيش الوطني من الدفاع إلى الهجوم ويشن هجمات بين الحين والآخر ضد الميليشيات الحوثية أشرف الهامل يمن شباب مأرب عودت ميليشيا الحوثي السلالية صباح اليوم قصفها الصاروخي على الأحياء السكنية في مدينة مأرب المكتظة بالمدنيين جذلك بعد أسبوعين من قصفها بثلاثة صواريخ بالسية على حي الروضة السكني شمال المدينة لتجعنه استشهاد وجرح خمسة وثلاثين مدنيا معظمهم من النساء والأطفال وقالت مصادر طبية لقناة يمن شباب إن عشرة جرحا هم حصيلة ضحايا القصف الصاروخي صباح اليوم على حي الروضة السكني ويعد هذا القصف الصاروخي الثالث من قبل الميليشيا الإرهابية على مدينة مأرب منذ بداية الشهر الجارية شهدت مدينة مأرب مراسمة تشييعا رسمية وشعبية لجثامين الشهداء العميد الركن مسعد أحمد ناجي الصيادي رئيس عملية اللواء 143 مشا والعميد الركن الدكتور عبد الرقيب أحمد النقاش والعقيد إبراهيم علي ناجي الحجري والرائد وسيم توفيق قائد علي الشدوى الذين استشهدوا وهم يؤدون واجبهم الوطني في معركة الدفاع عن الثورة والجمهورية والثوابت والمكتسبات الوطنية ضد الميليشيا الحوثية الإيرانية وتقدم مراسم تشييع قائد جبهة سرواح العميد الركن هلال القامس الذي أشهد بمناقب الشهداء وبطولاتهم الخالدة التي سطروها في المعركة الوطنية المقدسة المشيعون من جانبهم أشهدوا بمناقب الشهداء وما جسدوه من ملاحم بطولية خالدة خلال مسيرتهم النضالية في سبيل الدفاع عن الوطن ومبادئ الثورة والجمهورية كما تعهد المشيعون بالمضي قدما على درب الشهداء الأبرار حتى تحقيق الأهداف التي ناضلوا والسشهدوا من أجلها وقدموا أرواحهم الطاهرة والزكية رخيصة في سبيلها تشهد مخيمات النزوح في محافظة مائرب تدفق أعداد كبير من النازحين الجدد القادمين من مديريات جنوب المحافظة وسط نقص حاد في مواد الإيواء والغداء وكيل محافظة مائرب دكتور عبد الرب مفتاح وخلال لقائه أمس الثلاثة مع مدير مكتب تنسيق شون الإنسانية الأوتشة وجه الوحدة التنفيذية للنازحين بتحديد أماكن للمهاجرين في مخيمات النزوح المختلفة بالمحافظة وأعلنت الأمم المتحدة أن نحو أربعة ألف أسرة عالقة وتواجه مصيرا مجهولا في المناطق التي تشهد صراعا عسكرية جنوب مائرب وفد مدير المخيمات في الوحدة التنفيذية بمائرب دكتور خالد الشجني أن هذه المخيمات تواجه أعباء كبيرة من موجة النزوح الجديدة وأكد الشجني في تصريح النخاص لقناة يمن شباب أن المخيمات غير قادرة على استعاب الكم الهائل من النزحين الجدد في ظل النقص الحادي والشديد في خدمات المأوى والغذاء والصحة والتعليم إلى الضالة حيث حققت عملية عسكرية للجيش الوطني أهدافا جزئية مع تكشف مخاطط إيراني عبر الأدات الحوثية نحو التوسع نحو المحافظات الجنوبية ووضع يدها على منطقة باب المندب عملية عسكرية واسعة ومفاجئة نفذتها القوات المشتركة في مختلف قطاعات الضالع الشمالية الغربية استهدفت أعماق الحوثيين وثكاناتهم المحصنة وعلى وقع اشتعال المعارك وسخونتها تقول قيادات في الجيش إنها حققت أهدافا جزئية رسمها قائد المحور العميد هادي العولقي الذي قاد العملية بشكل مباشر تم تنفيذ عملية مباغثة يعني وتم تكبيد العدو خسائر فاذحة في الأرواح والمعدات بقيادة الأخ العميد روكن مظلي هادي أحمد مسعد العولقي قائد المحور وقائد اللوى ثلاثين ولا زالت المعركة مستمره ونحن مستمرين في تنفيذ الأوامر الصادرة لنا من القيادة قيادة المحور والأخ قائد اللوى ثلاثين العمل العسكري تزامن مع تعزيزات استقدمتها الميليشيا إلى عدد من جبهات القتال يؤكد أن أنظارها مازال صوبة محافظة استراتيجية تمثل بوابة المحافظات الجنوبية وعلى تخومها تتكشف خطورة التوسع الإيراني في المنطقة عبر أداتها الحوثية الرخيصة نحن هم بالمرصاد وسند حرهم إلى ما بعد إب بإذن الله تعالى وإن شاء الله بإذن الله تعالى المعنوية قوية الغارة المباغتة ميزها عن غيرها مشاركة كافة ألوية الجيش والتشكيلات العسكرية المتواجدة في أكثر من جبهة قتالية وفيها حضر القادة والجند كقلب رجل واحد لتثبت واحدية الهدف وهشاشة العدو الحوثي وأنه ليس إلا انتفاشة إلى الزوال تقول معطيات الحال ومختصون في ذات المجال استعرضت شرطة محافظة تعز الوضع الأمنية والمرحلة الحرجة التي تمر بها المحافظة وواجبات جهاز الشرطة وعقال الحارات بحفظ الأمن والاستقرار وفي اللقاء التشاوري الثالث مع عقال الأحياء السكنية التي عقدته قيادة الشرطة أمس ناقش المشاركون عددا من القضايا التي تهدد المجتمع أبرزها انتشار المخدرات وإطلاق الرصاص في الأعراس وتم طرح المقترحات والمعالجات والحلول المناسبة للحد منها وحثى مدير عامي الشرطة العميد منصور الأكحلي عقال الأحياء السكنية على ضرورة استشعار المسؤولية وحساسية المرحلة التي تمر بها المحافظة ورفع اليقظة والتنسيق التام بين العقال مع مدراء الأقسام ورصد كافة الاختلالات والأعمال المشبوهة وشدد الأكحلي على عدم تهون جهاز الشرطة مع أي عاقل أو مدير قسم شرطة قد يقصر في أداء مهامه وواجباته في مقتلف المواقف والقضايا أكدت قيادة محور تعز عن جاهزيتها لشن عمليات عسكرية ضد الميليشيا الحوثية الإرهابية تزامنا مع ترتيبات بين الوحدات العسكرية في محور تعز والساحل في خطوة ينتظرها الجميع لاستكمال تحرير المحافظة وإنهاء الحصار الحوثي عن مركزها من جبهات وادي صالة في شرق مدينة تعز مرورا بالجبهات الشمالية في الستين والأربعين إلى حذران والدفاع الجوي في غربها وحتى جبل هان في جنوبها الغربي لم تتوقف المعارك في جبهات تعز إلا لتندلع بصورة أكثر احتداما وآخرها معارك تحرير الكدحة ومقبنة في الريف الغربي وفي خضم الهجوم الإيراني المتواصل على جبهات المحافظات المحررة التي بدأها منذ اتفاق ستوك هولم وتوجه بالهجوم على مأرب لا حديث في تعز غير الاستعداد لمعارك حاتمة على جميع المستويات الرسمية والشعبية والعسكرية رغم ما تعانيه المدينة من حصار فإن البحث عن طرق بديلة ينبغي أن تتصدر التحركات الرسمية العسكرية والسياسية في الحكومة والسلطة المحلية وقيادة الجيش وفقا لآراء محللين عسكريين لتوفير احتياجات الجيش من الأسلحة والمعدات الحديثة التي تقلص فارق السلاح بينه وبين ميليشي الحوثية كما تعتمد المدينة في معاركها على مخزونها البشري الأكبر في اليمن واستعداده المطلق للدفاع عن جمهوريته وهويته في مواجهة الغزو الفارسي وفي هذا السياق يشير الخبراء إلى ضرورة الحج والتعبئة المستمرة لمساندة الجيش في معاركه ضد ميليشي الحوثية مع ما يرافق ذلك من توحيد للجهود السياسية والشعبية والإعلامية مع الجيش ضد العدو الأوحد لليمنيين ولم يقن التصريح الذي أعلنه الشيخ عارف جامل وكيل المحافظة في تعز عن لقاء عسكري بين قيادة الجيش في تعز وقيادات من القوات المشتركة في الساحل الغربي سوى خطوة من خطوات ما زالت في بدايتها لتوحيد القوى المناهضة للحوثيين وثق مركز حقوقي عشرات حالة الانتهاك التي ارتكبتها ميليشي الحوثيين الإرهابية بحق المدنيين في محافظة تعز خلال شهر سبتمبر الماضي وقال مركزه المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان في تقريره الشهري قال أن فريقه الميدانية رصد قتل مدني واحد برصاص مباشر من الميليشي الحوثية وإصابة أحد عشر مدنيا بينهم امرأتان وستة أطفال حيث أصيب خمسة مدنيين بينهم امرأتان وثلاثة أطفال بالقذائف المدفعية المختلفة فيما أصيب أربعة مدنيين بينهم ثلاثة أطفال برصاص قناص تابع للميليشي وأصيب مدنيا جراء انفجار لغم أرضي زرعته الميليشي الحوثية وعشر المركز إلى توثيقه حالة اعتداء انطالت مدنيا من قبل مسلحي ميليشي الحوثيين إلى جانب تسجيل نحو عشرين حالة انتهاك لممتلكات عامة وخاصة منها قصف الميليشي ميناء المخى بطائرات مسيرة مفخخة وصواريخ بالسية ما أحدث دمارا واسعا في المينا إلى جانب تضرر ثلاثة منازل بشكل كلي وتسعة منازل بشكل جزئي وسبع مركبات نتيجة القصف من قبل ميليشي القوثيين استخدمت ميليشي الحوثي الإرهابية كل طاقتها في استخدام وسائل ترهيب السكان في المناطق الخاضعة لسيطرتها من أجل مشاركتهم في الفعاليات التعبوية التي تقيمها بما في ذلك المولد النبوي بالترهيب وتحت التهديد حشدت ميليشي الحوثي الإرهابية سكان المناطق الخاضعة تحت سيطرتها للمشاركة في احتفائيتها التعبوية التي تقيمها مستغلة مناسبة المولد النبوي شريف احتفت الميليشي بأموال اليمنيين من التجار والبسطة وبحقوق الموظفين الذين قطعت عنهم رواتبهم منذ انقلبت على مؤسسات الدولة هذه الجماعة هي أصلا من ضمن أفكارها أنه لا يحق لأحد لامتلاك المال إلا هي وكل من يعمل في البلد هو فقط أدال جمع المال لها وهي تستخدم هذه المناسبة المولد النبوي لجباية أموال الناس وأخذ أموالهم بالباطل اخضر مظهر المناطق المسيطر عليها حوثيا لتحجب الرؤية عن أنهار من حمرة الدم أجرتها ظلما وعدوانا بحق الأبرياء الجرائم الوحشية وحصار المدن وقتل سكانها جرائم لا يمكن أن تتخفى خلف رانيم الزوامل وخضرة الشعارات ومتى كانت دعاء حب النبي واستغلاله في تضليل العقول وتزييف الواقع أجرى بل هو وزر خاب حامله وبئس المصير الميليشيات الحوثية لا ترعى إلا ولا ذمة ولا يردعها لا شرع ولا دين ولا عرف ولا قانون هي تنتهك القانون الدولي الإنساني فضلا عن القوانين وشريع والسماوية تستغل دائما المناسبات الدينية في الإمعان والإضخان في القتل والتشريد للشعب اليمني وفي زيادة المعاناة بكل طاقتها سعت الميليشيا لحجد الناس من أجل استثمار هذه الصور على المستوى الإقليمي والدولي في محاولة فاشلة لإهام العالم بشعبيتها وحضنتها بينما هي حشود خرجت بالقوة خوفا من البطش المفرط للحوثيين بحق كل من خلفهم أو حتى لم يوافقهم ويرضى بالإذلال والخضوع لن ينسى الشعب جرائم الحوثيين ضد الإنسانية بمجرد ادعائهم حب النبي عليه السلام وهو ادعاء باطل تخالفه كل مواقفهم وتصرفاتهم أيمن قائد لقناة يمن شباب تارة تتغنى إيران باحتلال صنعاء وأنها باتت رابعة عاصمة عربية تحت سيطرتها الفارسية وتارة أخرى بالنيل علانية من الهوية الإسلامية ووصف دين اليمليين بالإسلام المزيف هكذا هي نظرة إيران إلى علاقتها مع شركائها في المنطقة تتباه إيران وقادة حرسها التوري باحتلالهم أجزاء من شمال اليمن وتتفاخر المرجعيات الشيعية بتبعية ميليشيات الحوثي لها وفي الوقت نفسه تحتقرهم وتعتبرهم أرخص أداة تستخدمها إيران مقارنة بحزب الله اللبناني التابع لها إضافة إلى عملائها من شيعة العراق ونظام الأسد أما الحوثيون فتصفهم القيادات الإيرانية بشيعة الشوارع لكنها أيضا لا تخفي إعجابها بإخلاصهم لها واستعدادهم الكامل لتدمير اليمن وتجريف هويته خدمة لمصالحها وقوميتها الفارسية المعادية للقومية العربية طيلة السنوات الماضية ظلت وسائل الإعلام الإيرانية وقيادات النظام في طهران تطلق تصريحات مستفزة وعدائية تستثير حفيظة الشعب اليمني تارة تتغنى باحتلال صنعاء وأنها أصبحت العاصمة العربية الرابعة تحت سيطرتها الفارسية وتارة أخرى بالنيل علانية من الهوية الإسلامية ووصف دين اليمنيين بالإسلام المزيف والتفاخر على لسان مرجعيات شيعية رفيعة تزعم أنها نجحت في تدمير الإسلام الذي يعتنقه الشعب اليمني لصالح ما وصفته بالفكر الحسيني الشيعي تلك التصريحات ليست من شخصيات إيرانية هامشية بل جاءت قبل أسابيع على لسان عباسي عصر وهو ممثل رئيس مكاتب ممثلي المرشد الإيراني في الجامعات الإيرانية وأحد المرجعيات المعروفة في الحوزات الطائفية تصريحات أطلقها بمناسبة ذكرى أربعين الحسين بانتصار ما وصفه الفكر الحسيني الشيعي وزوار الإسلام المزيف في اليمن وهو الإسلام الذي عرفه اليمنيون من النبي محمد عليه الصلاة والسلام لكن إيران تعتبره دينا مزيفا كونه لا يؤمن بولاية الفقيه وخرافة الأئمة الاثنى عشر والسرداب المهدي المنتظر كل هذا الاستخفاف الإيراني بالشعب اليمني وتبجح المرجعيات والرموز الصفوية وسخريتها من عراقة اليمنيين ومحاولاتها الاستفزازية للنيل من هويتهم الدينية وعقيدتهم الإسلامية السنية لم يشعر الحوثيين بالخجل ليس ذلك وحسب بل أنهم يكثفون أنشطتهم الطائفية وفرض الأفكار والمظاهر الشيعية في صنعاء ورفع صور الرموز الإيرانية وإغراق الشوارع والجدران واللوحات بصور المرشد الإيراني وحسن نصر الله والصريع قاسم سليماني ليظهرون إخلاصهم وتبعيتهم بشكل أكبر لإيران لكنهم ظلوا في نظرها مجرد شيعة شوارع وميليشيا رخيصة تستفيد منها وتستخدمها لتدمير اليمن دعت الدول العظمى الخامس لتسهيل عمل الحكومة اليمنية من العاصمة الموقعة عدم نجد توفير الخدمات الأساسية والأمن لليمنيين جذلك خلال لقاء عبر تقنية الفيديو بين رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك وسفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي السفراء وجددوا دعمهم لجهود رئيس الوزراء لتحسين أداء الحكومة واستكمال تنفيذ اتفاق رياض كما دعا سفراء الدول الخمس كافة الأطراف لتسهيل عمل الحكومة لتوفير الخدمات الأساسية والأمن للمواطنين وما تزال ميليشيا الانتقالي ترفض استكمال تنفيذ اتفاق رياض خاصة الشقين العسكري والأمني من الاتفاق إلى موضوع آخر حيث أحبطت السلطات الألمانية محاولة عسكريين ألمان سابقين خططوا لتشكيل مجموعة من المرتزقة لتدخل في اليمن وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن السلطات ألقت القبض على جنديين سابقين في الجيش الألماني لمحاولتهما تشكيل قوة من المرتزقة للتدخل في اليمن تضم أكثر من مائة رجل أغلبهم من عناصر سابقة في الجيش أو الشرطة تم وعدهم بدخل شهري يصل إلى أربعين ألف يورو ولم تكشف الوكالة عن الجهة التي وعدت بتقديم الأموال وفي بيان له أعلن الإدعاء العام الاتحادي في مدينة كالسرو قوات خاصة من الشرطة الاتحادية ألقت القبض على الرجلين في ساعة مبكرة من صباح اليوم البيان ذكر أنه يجري التحقيق مع الألمانيين للاشتباه البالغ في محاولتهما كزعيمين لتأسيس تنظيم إرهابي يتذلك متزامنا مع أنباء عن دفع الإمارات بقوات أجنبية جديدة إلى محافظة أرخبيل سقطرة قوامها من مائة إلى مائة وخمسين فردا جرى توزيعهم على مواقع القوات الإماراتية في الأرخبيل أكثر من مائة وخمسين أسرة فقيرة هجرت من مساكنها قصرا بعد أن قررت ميليشيا الانتقالي المدعومة من دولة الإمارات تحويل منطقة جبل الفرس إلى معسكر فخلال الأيام الماضية شرعت الميليشيا بإحراق المساكن استعدادا لإنشاء المعسكر وسط إدانات حقوقية وصمت حكومي حلقة جديدة ضمن مسلسل انتهاكات ميليشيا الانتقالي المدعومة من دولة الإمارات ومسرحها هذه المرة في مديرية كريتر التي ظلت منذ مطلع الشهر الجاري مسرحا لأبرز تجاوزات الميليشيا بعد أن أحالت شوارع وأحياء المدينة إلى ساحة حرب ومنذ أسبوع شرعت ميليشيا الانتقالي في تشريد سكان منطقة جبل الفرس وأخرجتهم من مرازلهم الشعبية تحت تهديد السلاح لا لتهمة أو لمسوغ قانوني وإنما لأجل تحويل المنطقة التي يقطنها أكثر من 150 أسرة فقيرة إلى معسكر للميليشيا وبعد أن أخرجت الميليشيا عشرات الأسر وشردتها في العراء شرعت في إحراق مساكنهم الشعبية وأحالت منطقتهم إلى جحيم وسط صمت مطبق للسلطات المحلية التي نشدها السكان لتدخل ووقف ما يجري لهم من تشريد لكنها بقيت في موقف المتفرج واعتبر المرصد الأورو متوسطي في بيان له أن ما جرى لسكان الجبل الفرس جريمة ضد الإنسانية وترقى لأن تكون جريمة حرب فالقانون الدولي الإنساني وقبله الدستور اليمني والشرع الإسلامي يجرمان إخراج الناس من مساكنهم وتهجيرهم للمجهول وليس إن شاء منطقة عسكرية هو الهدف الأوحد للميليشيا من تهجير السكان وإحراق منازلهم فلربما تريد ميليشيا الانتقالي إرسال رسائل لسكان عدن لتخويفهم وإظهار مدى السطوة العسكرية للميليشيا حتى لا تتكرر الاحتجاجات المناهضة لميليشيا الانتقالي التي شهدتها شوارع المدينة الشهر الفائث ووسط كل تلك الجرائم والانتهاكات يحافظ رئيس الوزراء الموجود حاليا في عدن على صمته رغم كون مقر سكانه لا يبعد كثيرا عن مساكن جبل الفرس التي أحرقت وهجر ساكنها وهو موقف ليس بغريب على رئيس الحكومة التي لو لا ضعفها لما تجرأت الميليشيا على اقتراف ما ارتكبته من جرائم اطلق فريق اليمن المشارك في البطولة العالمية للروبوت والذكاء الاصطناعي فريس جلوبال 2021 اليوم نموذج القمر الصناعي كبسة يمن في مجال التحديات التقنية التي يشارك بها في البطولة الافتراضية التي يشارك فيها 176 دولة من مختلف دول العالم في مجال تحدي الحلول والسوشال ميديا والتحديات التقنية تفاصيل اكثر في التقرير التالية نموذج القمر الصناعي كيوبسات يمن يتمكن من التحليق في الفضاء مؤخرا نجح فريق اليمن المشارك في البطولة العالمية الافتراضية للروبوت والذكاء الاصطناعي فريس جلوبال 2021 بعد عشرة اسابيع من اطلاق نموذج القمر الصناعي بهويته اليمنية اضطرنا المسافر من عدن الى حضر موت لكي يكتمع الفريق وقد اكتمعنا وقمنا بعمل الكثير من النشاطات فقد نزلنا الى العدد من المدارس ونشرنا منهجيات ستيم كما قمنا بالعديد من التحديات التقنية وبدأنا في تركيب الكيوبسات البطولة الافتراضية ركزت على مجالات التحديات التقنية وتحدي الحلول والسوشال ميديا وعلوم العصر ومهارة القرن الحادي والعشرين تصدر خلالها فريق اليمن جدول الترتيب منذ انطلاقها بمشاركة ممثلين من محافظة عدن وحضر موت وقهنا العديد من المشاكل في عملية ارسال الكت والادوات الهندسية الى دولة اليمن فمن ولاية المتحدة مرت عبر سلطنة عمان الى محافظة حضر موت في دولتنا كان الكت عبارة عن نوعين وهو الكيوبسات وروبوت الار ايفين ومن روبوت الار ايفين يصنع ثلاثة روبوتات ابتكارية وفق معايير معينة ترسلها منظمة فيرد جلوبل اما الكيوبسات فهو عبارة عن نظام يتبع نظام روبوت اردوينو ويتم رسال القمر الصناعي الى الفضاء لم يقف هذا الفريق ومعه اكاديمية الموهوبين بسيئون عاجزا امام ما افرزته الحرب من عوائق وتجاهل رسمية تجاه هذا النوع من الابداع وستطاع تمثيل اليمن على المستوى العربي والعالمي وبمستويات متقدمة ليعطي مؤشرا ان العقول اليمنية قادرة على الابداع والتميز رغم ظروف الحرب والبيئة الاقتصادية والسياسية الصعبة عدى اللامو من يمن شباب من مدينة سيئون نختم النشرة بابرز عنوينها الجيش يطلق عملية عسكرية في بيحان ويحرز تقدما ميدانيا واسعا منذ الساعة الاولى للعملية الجيش يساعد مواقع غرب الجوفة بمارب ومعارك متواصلة تحصد المزيد من الارهابيين الحوثيين والدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الام تدعو الى استكمال تنفيذ اتفاق الرياض لمشاهدين كان هذا كل ما لدينا في هذه النشرة شكرا لكم على طيب المتابعة في أمان الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة